قصة مؤلمة تعيشها عائلة مكونة من ستة أفراد في منطقة مثلث الشدية في لواء الجفر في جنوب المملكة نتابع ينظر من نافذته إلى خارج ما يمكن أن نصفه بمنزل يؤويه هو وعائلته باحثاً عما سيقوله لعل أملاً ما ينبثق ويحرره مما يعاني منه في غرفة من ألواح الزينكو لا تتجاوز مساحتها 15 متراً مربعاً يعيش بها أسرة مكونة من ستة أشخاص أكبر طموحاتهم صقف إسمنتي يؤويهم وليس ألواحاً من الزينكو كلما حركها الهواء تتحرك لديهم مشاعر الحزن والقهر الممزوجة بالرضا سويت المهزين كهذه والله مشان أدري أضعو فيها على الهواء وعن المطار وعن الشيء مثل ما تشايف أدور شيء غلونا زلمها مريض أول شيء معاي هذه الثبات عندي زلم مريض معاي يعني الدوخة يعني ما أقدر لا أشتغل والشيء وبعدين عيشة سارت والله علينا صعبة وهذا الواقع بلا مياه سوى بطع براميل هنا وهناك بلا كهرباء فقط تنقذهم بطارية سيارة مهترئة تمثل مصدر الطاقة الوحيد في هذا المنزل أعلى مستويات الترفيه التي يمكن أن يحصل عليها أي فرد من أفراد العائلة هي فسحة للتنزه خارج منزلهم اللوحي خلال الليل يصهر الأب لحماية أسرته من الحيوانات والأفاعي في صحراء خاوية في مثلة الشيدية في لواء الجفر أما في النهار فهذه تكون مهمة الأم العام 2017 يشارف على نهايته وما زال في الأردن عائلات تفتقر لأدنى مستوى من المقومات الأساسية للعيش